سواح الخير والصحة والرشاقة على كل مشاهدينا في برنامج كلام الصباح نهاردة معيكم رارة عيدل وندربة اليقى بدنية وخبيرة تغزية هكمل حلقة المرة اللي فاتت جالي طبعا أسئلة من متابعين لي على مواقع تواصل اجتماعي بعد ما شافوا الحلقة الأسئلة السؤالة دايما بتسأله كده إزاي أحسب سعراتي الموضوع ده مهم جدا وفي نفس الوقت محدش فاهم أولا يعني إزاي أحسب السعرات إزاي أكل إزاي أعمل ده كله طيب أول حاجة إحنا بناخد الوزن بتاعنا وهنضربه في 24 تمام؟ الناتج اللي هيطلع هنضربه في 1.4 من 10 أو 1.5 من 10 أو 1.6 من 10 بمعنى يعني مثلا لو أنا وزني 70 كيلو يبقى 70 في 24 والناتج ده إما هنضربه يعني مثلا طلع ناتج 1680 مثلا يعني هنضربه في 1.4 من 10 أو 1.5 من 10 أو 1.6 من 10 على حسب النشاط بتاعنا يعني لو أنا مش نشيط قوي أو مش بتحرك كتير يبقى هضربه في 1.4 من 10 طيب لو أنا بتحرك شوي شوي يبقى هضرب الناتج في 1.5 من 10 طيب طيب لو أنا نشيط قوي وبتحرك وبروح شغلي وبمشي فيش مواسطات كتير يبقى هاخد الناتج ده هضربه في 1.6 من 10 يعني وزني في 24 اللي هو اليوم أو عدد ساعات اليوم 24 ساعة واللي هيطلع هضربه على حسب النشاط بتاعي وعلى حسب الهدف بتاعي طيب فيه ناس بتقولي طب ده صعب وإحنا ما عندناش بقى وقت أن أنا أفضل أحسب وأضرب وكده طيب بيبقى فيه مواقع طبعا مواقع أنت طبعا موسقة أو موسوك فيها بتبقى مواقع فيها حسبة السعرات بينطلب منك سنك طولك عمرك النوع اللي هو أنسة أو زكر والوزن الحالي وفيه مواقع كمان بتطلب الهدف بتاعك يعني عايز تخص عايز تسبت وزنك وتحافظ على الرشاقة بتاعتك أو عايز تزود كتلة عضلية أنت بتمني الخانة بتاعت الحسابة دي وبتضغط تمام كده وهما بيقولوا لك ليك كم سعرة والمفروض طب دلوقتي هنشوف السورة بتاعت إزاي نحسب السعرات على الموقع السورة قدامنا ده مثلا موقع هو بيطلب منك تحديد النوع بتاعك يعني ذكر أنسة تمام تاني حاجة بيطلب عمرك تالت حاجة بيطلب الطول وبعدين الوزن فيه مواقع تانية ممكن الحسابة بتاعتها بيطلب منك النشاط بتاعك زي ما أنا ما قلت لكم مش بتحرك كتير أو بتتحرك أو نشيط قوي أو رياضي جدا كده وفيه مواقع كمان بتطلب مع النشاط بتاعك الهدف بتاعك يعني أنت عايز تبني عضم عايز تخص عايز تحافظ على الرشاقة بتاعتك ده تمام طيب ده بالنسبة للسؤال بتاع إزاي أحسب السعرات بتاعتي طيب فيه كمان حاجة برضو من ضمن حساب السعرات قلنا ممكن الوزن فيه 24 قلنا ممكن من خلال المواقع إحنا واسقين منها نصح فيه برضو تطبيقات إحنا بنحملها على الموبايل بتاعنا طبعا فيه تطبيق أنا باستخدمه اسمه MyFitnessPal ده تطبيق عالمي ومشهور قوي وأنا من ساعة ما بدأت الموضوع ده وأنا من 6 سنين أنا باستخدمه كده برضو هو بيطلب منك طولك ووزنك نوعك هدفك نشاطك كل ده إحنا طبعا لازم نملاه بالضبط بالضبط طبعا أنت قادرة مني نفسك يعني تمام طيب تاني سؤال حد بيقولني أنا بتعب قوي وقت التمرين ومش بقدر أكمل فيه على فكرة أنا كمان بشوف في الجمات إن فيه ناس بيحصل لها إغماء حالات إغماء حالات إرهوك طبعا أنا لما بشوف ده على طول ببقى عارفة إن الشخص ده مكلش كويس أو ما بيشربش مية كفية أو منامش كويس أو بيشرب كفاين كتير أو حد فاكر إن هو عايز يخص بسرعة فأنا همنع الأكل خالص عشان أخص بسرعة وده مستحة خالص يبقى هقول لكم العوامل اللي هي بتأثر على الأداء في التمرين زي مقلت لكم التقليل في السعرات يعني ببقى فاهم إن أنا لما مش هاكل يبقى أنا أخص بسرعة وده مستحة خالص تمام مش بشرب مية بصهر كتير ومش بنام كويس التغيرات الهرمونية اللي بتحصل عند النساء اللي هي فترة البريوت دي برضو بتأثر الحالة النفسية ممكن حد يكون مكتئب قوي أو حده النفسية سيئة للأسف ده برضو بتأثر عليه جداً وقت التمرين وعلى الأداء وعلى القوة كمان أنا ما بتبقى حالتي النفسية سيئة أو متوسرة أو الآن تمريني ما بيبقاش كويس حتى الأوزان اللي أنا بتمرن بيها في الطبيعي بتاعي ما ببقاش قادرة أن أنا أتمرن بيها فأنا بقول لكم لازم أننا إحنا نبقى نفسياتنا كويسة واكلين أكل كويس على حسب النشاط بتاعنا وعلى حسب الهدف بتاعنا وأكل متوازن وأكل صحي نشرب كويس مية المية دي دوكس الطبيعي زي ما قلت لكم الحلقة اللي هي فاتت ننام كويس الكافيين طبعاً صحي بس باعتدال لا أنا بزود قوي فيه ولا بقلل منه وقلت لكم برضو لأن الكافيين برضو على حسب الجين الوروثي بس خلينا برضو فيه الاعتدال يعني تمام طيب برضو فيه سؤال شائع جداً جداً وبتسئله كتير برضو أنا بجوع بسرعة ومش بعرف أتحكم في نفسي وببقى عامل الدايت أما بشوف الأكل قدامي ببقى خلاص يعني ودايماً جعين 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 فمش عارف أخسه ومش عارف أبطى الأكل طيب هقول لكم شوية نصيح للتقليل من الشعور بالجوع شعور بالمية المية أصلاً فيه درسات على المية كتيرة غير أنها ديتوكس طبيعي بتنقي الجسم من السموم المية كمان فيه درسات على المية أثبتت أنها بتشبع خصوصاً قبل الوجبات بنص ساعة المية كمان بتسد النفس يعني لما أنا أشرب كمات مية كبيرة قبل الأكل فبالتالي أنا خلاص كده معادتي خلاص فمش هتطر أن أنا أكل كتير فيه كمان حاجة تناول الأطعمة اللي بتحتوي على الأليف زي الخضار الخضار خصوصاً هولون وأخضر اللي طبعاً إحنا مش بنكله كتير زي الجرجير زي الخضرة والبقدونس زي الملفوف بتاعنا اللي هو اللي إحنا بنسمى ميكروم زي كمان الحبوب الكاملة بتبقى فيها نسبة أليف عالية جداً زي الأمح مثلاً زي الشوفين الحاجات دي كلها بتساعد على أفلش رهية فبالتالي أنت مش هتحسها أنك عايز تاكل التقليل من الأكل الغير صحي الناس اللي هي بتاكل أكل كتير وغير صحي أول الأكل الغير صحي أول ما هو بيلمس اللعاب بيرفع من مستويات السكر في الضم فبيحصل أن السكر بيرتفع وفجأة يعني خفض فبتحس أنك عايز تاكل عايز تاكل يعني ما عداش وقت كتير يعني نص ساعة ساعة بالكتير قوي ساعة ونص اثنين تحس أنك عايز تاكل فلما هتقلل من الأكل الغير صحي فبالتالي أنت مش هيحصل عندك ارتفاع في مستويات السكر في الدم فبالتالي هيبقى مستويات السكر منضبطة فمش هتحس أنك عايز تاكل فأنا أنصح طبعاً أننا نبدل الأكل الغير صحي بالأكل الصحي الاكل الصحي بين قسين الاكل بتاع ربنا اللي الانسان ما دخلش فيه يعني ما قلهوش ما ضفش له اضافات كيميائية ما حطش فيه اضافات او مواد صناعية او مواد حفظة او دهون مهدرجة او نزع منه الالياف زي السكر وزي الدقيق منزوعين الالياف ده غير صحيح تمام فاحنا لما هنقلل من الاكل الغير صحيح بالتالي احنا مش هنحس ان احنا جعانين طيب فيه ايه كمان لازم الناس اللي هي بتاكل كتير في الكرب او الكربوهيدروت ونسية البروتين البروتين مهم جدا خصوصا البروتين حيواني بروتين حيواني ده بيقفل الشهية جدا لانه بياخد وقت في الهضم غير كده كمان اثناء الدايت وقلت الحلقة كمان اللي هي فاتت كده اثناء الدايت بيحافظ على الكتلة العضلية يعني مش بتفقد العضلات تمام كمان لازم ناكل وجبات خفيفة بين الوجبات الاساسية يعني مثلا انا فترت يبقى بعد ساعة ونص او ساعتين اخد وجبة سناك وبعدين وجبة سناك بعد ساعة ونص كمان وجبة سناك وبعدين ابدأ الغداء وهكذا اما اخد وجبات خفيفة بين الوجبات الاساسية كده انا مش هجوه تمام؟ دي برضو حاجة الضغط النفسي قلتلكو لما ببقى تحت ضغط نفسي او تأثير نفسي سيء ده بيزود عندي مستويات هرمون الهضم او هرمون الكورتيزول الهرمون ده بيخليك حاسس انك جعن قوي وبيحتبس المية الناس اللي هي بتقول انا اعاني من احتباس المية خدوا بالكم من الضغط النفسي حاولوا ان انتو تبقوا في حالة نفسية افضل يعني في ايه كمان في ناس بتبقى ماشية صح بتاكل كويس اكل صحي بتشرب مية بتتمرن بتاكل بروتين بتشرب مية بتنام ما فيش صهر بس بيلحظوا ان ما فيش فقدان وزن مثلا او في حالات جوع يعني بيجوعوا دايما ممكن لو بيتناولوا مثلا ادوية ممكن يرجعوا الطبيب المختص وكده انه يغير لهم الادوية دي لان فيه ادوية بتبقى بتحسسك ان انت جعين او بتحتبس المية او بتزود الوزن خصوصا ادوية الاكتئاب والهيرمونات واقراص منع الحمل طبعا انت ترجع الطبيب المختص وهو ممكن يغير لك الادوية دي بادوية اخرى يعني طيب ازاي اقلل من الضغط النفسي خصوصا ان احنا في اجواء يعني كلها ضغوط ضغوط الحياة مشاكل متاعب طيب ازاي بقى اقلل من الضغط النفسي ده عشان صحتي عشان الجهاز المنايعي عشان كمان الناس اللي عايزة تخس تخس كويس واللي عايزين كمان يبنوا عضل بردو طيب اول حاجة لازم امارس الريو ده انا عايزة اقول لكم انا ساعات ببقى رايحة الجم مثلا ببقى افمود مش كويس اما بروح ساعة او ساعة ونص ببقى احسة بقى انا طلعت الطاقة السلبية بكتسب طاقة ايجابية ببقى افمود تاني ببقى اعايزة اضحك واجري ببقى فيه نشاط مفرط عندي يعني ببقى اعايزة تحرك كتير عكس قبل ما كنت اتمر يعني بصراحة الريو ده بتساعد على انك تبقى في مود افضل يعني في دروسات علمية بتقول ان اما بتمارس ريو ده وقت اما بتمارس ريو ده جسمك بيطلق هيرمونات تحسين المزاج وتحفيز المود يعني بيبقى مودك كويس يعني زي ما انا مقولت لكم كده كمان بتخليك عندك ثقة في نفسك تخليك قوي تبقى ماشي في الشارع عارف انك مختلف شخص مختلف في اكلك في تمريناتك في شكل حتى جسمك بتبقى فيه ثقة في نفسك من الناحية دي كمان بتبقى انت حسس انك مختلف فيش حد بيعمل كتير اللي انت بتعمله ده غير قليل قوي يعني اللي هما بقى بيمرسوا رياضة بيأكلوا اكل صحي فده بيديك شعور بثقة بالنفس بالقوة كمان عما بتلعب رياضة وبيحصل مجهود كبير ده بيخليك تنام كويس ما بتفكرش كتير بقى في المشاكل في المتاعب فبتنام وانت طبعا بتبقى حسس بقلم عضري انا ببقى حسس بقلم عضري بس ببقى مبسوطة والله بس بنام بسرعة من غير بقى ما افكر ايه اللي حصل ايه اللي مش عارفة ايه لا الرياضة حاجة كويسة قوي انا بقول لكم مرسوا رياضة طيب ايه كمان الناس الكتيرة اللي هي بتتناول الكافيين صحي بس كترته شيء بيدر الجسم يعني بيخليك دايما صحي مش عارف تنام في حالة توتر في حالة قلق يريد نشرب كل حاجة باعتدال الاعتدال حتى لو الشيء ده صحي برضو لازم يكون فيه اعتدال يعني انا مثلا من الناس اللي ما بيأثرش عليهم الكافيين ممكن اشرب اي قهوة اي ناس كافيه وانام بس برضو بحاول على قدر الامكان اني اكون معتدلة لان يعني يعني ده الافضل الاعتدال في كل شيء افضل فيه درسات علمية زي ما قلتلكو برضو المرة اللي هي فاتت او الحالة اللي فاتت ان الكافيين مهم وفيه مضادات اكسدة اعلى من الموجودة في الخضار وفي الفكهة ولكن باعتدال يعني كوبات اهواء او كوباتين في اليوم كله فقط وطبعا من غير سكر طيب فيه كمان مضغ الليبان الليبان برضو بيقلل من التوتر بيعتبر مسكن سريع يعني لما بامضغ الليبان كده زي بالضبط ببقى مسكة في ايدي الاسفنجة او كان فيه كده زي حاجة برضو بتقلل توتر او ده نفس فكرة برضو الليبان لما بامضغ الليبان التوتر بيقل عندي او القلق بيقل عندي لما بيحصل كده المضغ ده بيعمل موجات دماغية بتعزز تضفق الدم الى المخ فبالتالي التوتر بيقل عندك والقلق كمان ده عند دراسات علمية حديثة كمان تناول الزبيدي الزبيدي مهم قوي منتجات اللبان مهم قوي بس فيه حالات طبعا ما بيبقاش مستحب لهم تناول القلبان ومنتجاتها زي الناس اللي هما بتعيني او الاشخاص اللي هما بيعينوا من الحساسية ضد منتجات القلبان حساسية اللاكتوز طبعا الناس اللي بتعيني من الحساسية ضد منتجات القلبان انا منصحش انهم ياخدوا الزبيدي طبعا الناس اللي مش بتعيني ده طبعا هيبقى مفيد لهم الزبيدي فيها بكتيريا صحية دي بتحسن الحالة المزاجية وبتخلص كمان الجسم من اللمسوم فيه كمان الكاركم الكاركم ده من التوابل ده مشهور قوي راحته حلوة كمان راحته حلوة جدا ده فيه مركبات بتعزز من صحة الدماغ وبطقي من الاترابات النفسية وكمان الكاركم زي القهوة بيحتوي على مضادات أكسادة عالية جدا كمان بيخفض الشعور بالتوتر والقلق فيه كمان الشوكولاتة الدارك اللي هي الدايت ها مش اشكولاتة فيه ناس بتقولي احنا بنكل دايت وبيوروني المنتج طبعا انا مش هنفع اقول اسماء المنتجات وكده هما بيوروني المنتج وكده مش هودا الشوكولاتة الدارك او الشوكولاتة الغمأة او الشوكولاتة اللي هي السحية بيكون فيها نسبة الكاكاو لا يقل عن 70% أنا بخطة 90% لأن أنا أصلا بحب الحاجات المرة تمام؟ 90% ومكتوب عليها لا تحتوي على الدهون المهدرجة أو زيت النخيل أو الزيوت النباتية ماشي وبرضو يعني إحنا مش هنأكل منها كتير كفاية قوي 40 جرام كنت قريت دراسة علمية كانت بتقول أن تناول 40 جرام من الشوكولاتة الداركة أو الشوكولاتة الغامقة دي أو الشوكولاتة الصحية ده بيقلل من مستويات الإجهاد والقلق حلوة جداً فيه إيه كمان؟ قلت لكم برضو الحلقة اللي هي فاتت أو الأسبوع اللي فات الأسماك الضهنية هي بتحتوي على الأوميجسري أو الدهون الأسماك الضهنية الضخمة أو البحرية الضخمة زي التونة والماكريل والسالمون والساردين والبوري الأسماك دي مهمة جداً اللي احتوقها على أحماض الأوميجسري وفيتامين دي دي برضو بتقلل من التهبات الجسم وبتعزز من صحة الجسم وبتقلل من التوتر كمان طيب أنا مش هلح أكمل أسئلة للأسف نهاردة بس في سؤال قبل ما أختم معاكو الحلقة سؤال بيقول لي كان بارح كان من متابع وقال لي لازم تردير عليك كابتن السؤال بيقول أنا نزلت أتمرن أبني عضلات وأزود وزن عضلي خسيت طب ليه؟ طبعاً أنا إجابتي عليه أن طالما أن أنا فيه فرق بأن أنا أنزل الجمع عايز أخص وأن أنا أنزل الجمع عايز أزود العضلات طالما أن أنا عايز أخص يبقى أنا كده بنقص الأكل بتاعي أو بنقص من السعرات بتاعتي طب عايز أبني البناء يبقى لازم أكل أكتر من السعرات بتاعتي أزود السعرات بتاعتي يبقى لازم قبل التمرين بساعتين أكون واكل وقبة كبيرة قوي فيها كربوهدروات نشوية عالية زي شوفين زي رز البني زي البطاطا زي البطاطس وطبعاً صحية يعني مطبوخين بشكل صحي أو الطهي بتاعهم كان بشكل صحي مع البروتين العالي الجودة الحيواني طبعاً مع الدهون الصحية ده قبل التمريني بساعتين قبل التمرين بقى يعني أنا هفضع التمرين قبل التمرين بربع ساعة أو بنصف ساعة باخد حاجة سريعة الامتصاص زي سمرت فكهة مثلاً وبنزل بقى أتمر ماشي أنا بقلل من التمرينات الكارديو اللي هي التمرينات الهوائية وابتدي أرفع الأسقول وأتمر حديد بعد التمرينات الحديد أنا باخد حاجة برضو سريعة الامتصاص وبعدين باخد نفس الوجبة الكبيرة اللي أنا خدتها قبل التمرين بتاعي ده بالنسبة للعداد إن شاء الله هبقى أشرحها لكم بشكل أكبر في الحلقات الجاية أنا لأسف وقتين نهاردة خلص أسابكم مع زميلتي رانع علي إن شاء الله شوف كل أسبوع الگي سليم